اشتركوا في القناة المواطنين من ابناء المكلة والزوار من داخل وخارج المحافظة المهرجان الذي يستمر نصف شهر باشراف سلطة المحلية بالمحافظة يحضره يوميا مئات من الزوار من مديريات حضر موت ومحافظات الوطن والخارج يشمل برنامج المهرجان ندوات ثقافية وعروضا بحرية وتراثية مخيمات للأسر المنتجة ومعرض للصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية ومسرحا للعائلة والاطفال ومنافسات رياضية يصاحب ذلك تجشيل فعاليات مماثلة في مديريات مختلفة اطلقت وزارة الصحة العامة وسكان في العاصمة الموقعة عدا سلسلة من الفعاليات والانشطة التوعوية التي تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي باهمية التحصيل وتاتي هذه الفعاليات لضمان تحقيق نجاح الحملة في جولتها الثانية التي من المقرر تجشيلها اليوم في جميع محافظات الوطن تسلم مكتب وزارة الصحة العامة وسكان بوادي حضر موت والصحراء شحنة محالي الوريدية ممولة من جمعية صندوق عانة المرضى بدولة الكويت الشقيقة ضمن حملة الكويت بجانبكم كما تسلم مكتب الصحة ثلاثة سيارات اسعاف مجهزة بكابل المعدات الطبية مقدمة من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن هذا واشاد وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري بالدعم الكويت والسعودي المتواصل التدخلات النوعية في كثير من القطاعات تبرزها القطاع الصحي في اليوم الثالث وثمانين بعد المائتين من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة يواصل الاحتلال مجازره التي تسببت في استشهاد ثمانية وثلاثين الفا وخمسمائة واربعة وثمانين شهيدا منذ بداية الحرب وفادت مصادر صحفية باستشهاد سبعة عشر مواطنا فلسطينيا وإصابة ثمانين آخرين جراء قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونرا كانت تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع ميدانيا كبدت المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال خسائر جديدة حيث أعلنت كتائب القسام أنها فجرت حقل ألغام في قوة هندسة اسرائيلية في حي الشوكة برفح أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح ختام المجزة في أمان الله اشتركوا في القناة